اشتركوا في القناة ملكة جمال العرب للجزائر لعام 2019 في الطبعة الثانية ديالو والموازنة للطبعة الثانية عشر لحفل انتخاب ملكة جمال العرب هذا الحفل من تنظيم شركة نيكسوسكورب بالشراكة مع مجمع الشروق اشتركوا في القناة 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 ملكتtırوا في الدين لakستقروا في القناة ومن ثاني تعيش انتخابه اشتركوا في القناة الوحفل Lewانov وزن خدت، فنح وجوان وحكرا وزناء القرآن سالد وعنا شخص قريبا لدينا سيارة لعبر أسرعوني الأساسي وأصدقاء الحبارة كلا تتتعلمونة لعنشفة وعنشفة وعنشفة حسنية سليم آسواخري بها لمساعدتك من نظام قبل أن يكون وضع اكتباري وخصوصة في المنزل وعنشفة سيارة سيارة لفعل أن يكون السلام يتوقف عنه وشهد لهم على عمله وكلها يستثمر لدكي يختار لنفسها ويوجد صورة لدكي يكون لدكي يكون لديكي جمال العرب أو أميس عربورد لتسعى في كل سنة لختيار فتاة عربية لتمثيل الوطن العربي أحسن تمثيل طبعا وفقى شروط أبرزها الجمال واتقافة وخاصة تمسكها بعدها وتقاليدها حملة معها رسالة إنسانية أعلم أن أعلم أن أعلم أن أعلم أن أعلم أن أعلم التعامل في هذه المنزل تقبل أن أعلم أن أعلم أنه يكون الغد في عاماً سيدنا علي بن شاوي اللي نحييوه بزاف لأنه كانت تعب بزاف مع البنات في هاد المعسكر سيدنا علي بن شاوي اللي نحييوه بزاف لأنه كانت تعب بزاف مع البنات في هاد المعسكر اشتركوا في القناة 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 عام العرب 2018 رانيا بن عيشوش مرحبا بك رانيا بن عيشوش ملكة جمال العرب لعام 2018 رانيا اليوم كنت متواجدة وكنت تواجدت في المعسكر مع المتسابقات وكنت شفت نفسك فيهم وعودة ترجعت بك ذكريات العام الماضي ما هو الشي اللي تغير في حياة رانيا بن عيشوش منذ ان وضعت التاج فقراتها اكيد كانت فست باللقب ملكة جمال العرب في الجزائر العام السابق كانت مسئولية بنسبة لي حسيتها مسئولية رغم صغر عمري حسيتها مسئولية اني نكون انا نشرف بلادي وانا نأخذ لقب عربي ونروح به بعيد ونمثل بلادي وانا نشرف بلادي شكرا رانيا شكرا رانيا ممكن لقد أقلت البعض في المنزلة من الزائرين وقالت مع القرنة؟ بعد أن تتفعل ذلك من الفيديو بإمثار الواضح؟ هذا هو أني أتفعله هذا هو مجمع مجمع في المنزلة ليس لهذه الحياة لديك جمع في البعض إن شاء الله ويقصدون أنه تخير للجمع لا أستطيع أن أعلم تدري نعم إنها سكرية ونوعد بها الجمهور دي والناس اللي حطوا تيقتهم فيها إن شاء الله من خيبش دانهم بوغ فينر باش منطولش عليكم شفتلي فيه الله يبارك ما شاء الله عليهم رهم خايفين شواء في الكوليس حبيت نقول لهم ما شاء الله عليهم زين رهم تواجد معنا اللي كانت في الولايات الله يبارك عليهم سيفقولهم سي بوسبل اشتركوا في القناة شكرا 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 إذن البنات الأربعتاش دخلت في معسكر مغلق داخل فندق المركور اللي متواجزة ببزوار وين يمكن تلقاوا دروس مكثفة لتدعيم الجانب الثقافي وخاصة حضورهم على المسرح كما كنت قلت لكم مع الكوريغراف علي بن شاوي اللي كان متواجد معاهم ليل معنهار ونخليكم اليوم مشاهدينا وسادة الحضور تتعرفوا على سبع متشاركات في مسابقة ملكة جمال العرب اللي كان متواجد معنه شكرا 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 ويجبون أن تكون جزئين عنهم وعاقباتهم 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 في حين وضع المصطحيح تأمير الغزئيق في المرقر تم اعجب المدين على الوقت الأن الآن سأساعدنا ونحن أعرف منهم وعاقباتهم وعاقباتهم البداية سمتون في هذه المحيطة وأخيرا المرأة المحجبة استطعت أن تحجز مكانا لها في عالم مسابقات الجمال في الجزائر شرف لي أني أنت ميلاهاتي التي حجزت مكانة لها في مختلف المجالات أنت آمن بنفسك ركزي على خطواتك حقيقي حلمك أتركي نجاحك يوسع تلك النظرة الضيقة عنك حمانة في ريال 19 سنة من ولاية الجزائر مدونة موضة جزائرية وأفتخر الدافع الذي يشارك في مسابقة ملك الجمال العرب الجزائر هو إثبات أهمية قوة شجاعة المرأة الجزائرية في الوطن العربي وضرورة استقرارها وحريتها بلا ما تنسى ما بدأها كونها عربية جزائرية فخورة صغر السنة 18 سنة طالبة في كلية الحقوق السنة الأولى من الجزائر جزائرية وأفتخر داهرة هددت استقرار المجتمع العربي وبالخصوص الجزائري اختطاف الأطفال التي كسرت القلوب وأرهبت النفوس وسببت حالة عدم الاستقرار حان الوقت لفتح أبواب القضاء على هذه الظاهرة لأضع بصمة الأمان لبراعم المستقبل ميليسا مانا العلويس من باسم سنة طالبة بكلية الحقوق من الجزائر جزائرية وأفتخر هدفي من خلال مساهمتي في مسابقة ملكة جمال العرب الجزائر هو مساعدة الأطفال دوي الاحتياجات الخاصة الذين أنا شخصيا أسميهم دوي العزيمة والطموح وتسليط الضوء على إبداعاتهم فيجب دمجهم في المجتمع ككل وعدم تركهم فريسة للجهل والمعاملة السيئة التي تدمر حياتهم وتجعلهم كالأيتام على موائد اللئام وردة خيار 19 سنة طالبة جمعية تخصص إعلام الاتصال من الجزائر جزائرية وأفتخر أنا فتاة واجهت بزاف صعوبات في حياتي بصحان دي عزيمة تمنحني القوة كل من تفكر بلي ربي إذا أحب عبدان ابتله ولهذا طابرت ومستسلمت وقررت نواجه صعوبات بدل ما نهر منه حققت أول حلم لي منذ طفولتي وهو أني أصبحت خبيرة تجميل وحلمي كذلك أني نكون ممثلة عالمية وكافح العنف ضد المرأة لأنها خرقت لتكرم لا لدهان سوح لتا 21 سنة طالبة وخبيرة تجميل من الجزائر العاصر جزائرية وأفتخر حبيت نشارك في مسابقة ملكة الجمال العرب الجزائر لأني حابة نكسب الخبرة الكافية بيش تسمح لي أقدم نفسي وعائلتي لإلتفانة دفني وشجعتني في هذا المشوعة إذلي الشرف بيش ننفس البلدي في العالم العربي حابة نكون سفيرة الثقافة والجمال الجزائري لأني فخورة بأصولي وتقاليد بلدي الجزائر من ميدي أول بالطالب 23 سنة رسامة وطالبة جامعية في تخصص سلمية محلية والسياحة من ولاية جلما جزائرية وأفتخر هدفي أولا وقبل كل شيء هو تمثيل بلد المليون ونصف مليون شاهد داخل وخارج الوطن وثانيا التركيز على قضية الأيتام وتكفل بهم وحمايتهم في بيئة ملائمة على أساس سلم لأن الأطفال نواة المجتمع بمدينة واحدة 21 سنة طالبة معستق تخصص لغة إنجليزية من ولاية جلس جزائرية وأفتخر إذن كنتم شفتوا هذا التقرير وانتعرفتوا على السبع متسابقات متسابقات الأربعتاش كامل جوا من مختلف ولايات الوطن حاملين كل واحدة حاملة قصة كل واحدة حاملة رسالة سهرتنا اليوم مزال عمد وصلة معكم سادة الحضور ومشاهدين عبر قناوات الشروك تيبي cbc بنا وشروق النيوز ولكن اليوم رانا على موعد موسيقيرين موسيقى 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 موضوعين موضوعين من زوجين موضوعين منذ موضوعين ، ومعهماً بإذنًا ، جبية تنسين بيطرة ، وعندما تشبارها الجنهي في مرة المصرحة مباشرة ، فهما ، فهذا ، قد نعم نعود للم وضع موسيقى ، فلقناها ، نعود لكم بالفعل ، إذا سادة الحضور مشاهدينا حيث يترككم مع أكثر فنانة جماهيرية بالجزائر سهلا باللشاب رحا تتربكم في هاد الأنسية سازغيت له ندير الكوغاش كي ملسيتني ننسك ماشي سهلا والفتلون طوغاش والخرج جمعك عييت واللي سبرا ليا الهمة دايم والسبان تايا ونقول لك ساي 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 لك ما نوليش سافع غيت له ندير الكوغاش كي ملسيتني نسك ماشي سهلا والفتلون طوغاش والخرج جمعك عييت واللي سبرا ليا الهمة دايم والسبان تايا ونقول لك ساي 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 لك ما نوليش سافع غيت غياليا كي تعرف بيمتي مهما تعيش ما تلقاش كحنانتي تايا دورت غيالك وصرتي في هاد الدنيا عاملت غياليا كي تعرف بيمتي مهما تعيش ما تلقاش كحنانتي تايا دورت غيالك وصرتي في هاد الدنيا تايا دورت غياليا تايا دورت غياليا غير انتا مهما للك محال ونقول لك ساي 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 لك ما نوليش ساي ساي أعطفو أعطفو سهيلا بن لشهب التي نسألنا من تلقاش لك ما نوليش أتمنى أن تلقاش لك ساي 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 بالطبع هل تحب أن تتعود سهيلا بن لشهب وأكيد كلكم متشوقون حتى تتعرفوا على السبع فتيات التي تتعرفون هم شكو يمكن تلاحظون أنه هذا العام أو هاد الطبعة والطبعة التانية شفنا متحجبات في المسابقة فقط بشقول لكم أنه مسابقات الجمال هي لكل امرأة إذن مشاهدينا سادة الحضور رح يخلوكم تتعرفوا على السبع متسابقات البقية باعتبار هاوية للفن أطمح لأتون سفيرة الموسيقى الأندلسية والتعريف بالموروث الثقافي الجزائري على مستوى الوطن العربي وبحكم تخصص دراسة في مجال الأعمال مشروع المستقبل المساهمة في النهوض بالاقتصاد الجزائري عن طريق وضع استراتيجيات عقلانية بغية النجاح والتطور والإزدهار أختاري من داميسة 21 سنة طالبة في المدرسة الجزائرية العلي للأعمال في الولايات في بازل جزائرية وأفتخر هذا في هو حمل المشاعل المسؤولية عن كل إمرأة صبرت وآمنت بنفسها في مختلف المجالات ونتمنى أن نكون قد المسؤولية سارة ايتشغوت 18 سنة طالبة جمعية تخصص خادر محاسبة من ولاية الجزائر جزائرية وأفتخر الحد اللي خلات من شرك في هذه المسابقة هي شعار جزائرية وأفتخر اللي حبيت بها مثل جزائر وطنيا غربيا وعليش للاعالميا مثل جزائرية القوية الحالمة المرأة الصبورة اللي ما عندهاش القموز ديالها كلمة فشل المرأة الجزائرية الحديث يحيى الأميرة سمارة 20 سنة مهندسة أعمال تجارية من ولاية بومرداد جزائرية وأفتخر أكثر شي حفظني باش نشارك في مسابقة ملكة جمال العرب لهذه السنة هو شعار الطبعة الجزائرية وأفتخر فلا شيء أجمل من الافتخار بجنسيتك وبوطنك وبحمد لرعيته ويشرفني اليوم أني نكون من بين المتأهلات لنهائيات هذه المسابقة لتمثيل هذا البلد العريق بتقافته سابرين عمينا 21 سنة طالبة بجمعة الجزائر ثلاثة كلية الإعلام سنة أولماء تخصص الإدعاء وتلفزيون جزائرية وأفتخر أسعى لتقاسم كل ما أملك مع غيري ففرحتي تكمل عندما أرى الفرحة في أعين غير وأنا سببها اليوم صار حلمي أن أكون سفيرة النوايا الحسنة يسمي الممعزة 19 سنة من ولاية عنا بطلبة جميعية سنة أولى علم الاجتماع والسنة الثانية شبه طبي جزائرية وأفتخر الهدف من مشاركتي أني نروض البلد الجزائر ونعرف الوطن العربي بالكنز السياحي الذي يزديه بلادنا وبلما ننسى ثقافتنا لهجتنا طراثنا وصريخنا العريق وهو صخر لكل جزائر حر أذكر عنا 21 سنة طالبة في دانات جزائر ثلاثة وإنما لا سلطة تتعلو على النسوان تقي في نفسك وحطي ألف خط على هدفك لأنك ببساطة انتقدها ريان سورايا عروس 21 سنة طالبة جمعية تخصص علوم وتكنولوجيا من ملايات الجزائر العربي جزائر وإفتحر جزائر نقل خصيصا من أجل الفتيات من سطيف العالي إلى العاصمة والذي نحب نتشكره خصيصا لأنه البوتيك كامود هم اللي لبسوني اليوم فتحية كبيرة لهم ونحن نتشكر نسرين على الميكوب إذن مشاهدينا بدون إطالة رح نتشكركم تكتشفوا الفتيات الأربعة عشر في هذا اللوحة الفنية ونحن نشوفوهم مع هاد اللبس اليومي دعم تحت بطيف ده تنسة كاجول لكل عالي ونحن نتجح لفتحية ونحن نتشكر الميكوب ونحن نتشكره مع هاد اللبس اليومي طيب جدا لهم جدا للمتظيف العالي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لان الجزائريات شكرا شكرا في مختلف المحافل نعم للاشارة فقط سوريا وردها تنقلت كثير من الدول العربية خاصة دبي فيمكنها عندها رسالة تحملها مع هاليوم كجزائرية مقيمة فترة كنت ادرس بيروت ودبي وكان دائما الناس لا يعتبروني جزائريا ولكن كيف يعرفوا باصلي كانوا دائماً يسقسوني سؤال انو هل في أمن في الجزائر فا دائماً كنت نحب اني نجيب الناس من برر الجزائر يجو عندنا ويتعرفوا على تقاليدنا ولغتنا لي دائماً نفتخروا بيهم شكراً 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 مساء الخير عليكم كامل ونرحب بكم ومرحباً بكم عندنا قولي اسمك قدمي اسمك ريتا من الجزائر 21 سنة حسناً السؤال الفضالي أستاذ ريم ريتا مساء الخير مساء الخير يقولون ان هناك شريحة كبيرة من الناس تعتبر ان الفتاة المشاركة في مسابقات ملكة الجمال هي شكل اكثر من مضمون انا اعاد هذا المقولة لانها لان المرأة التي تشارك في هذه المسابقة اذا شايفت روحها ما هيش متقفة وما تستاهلش تكون في هذه البلاسة من المستحيل انها توقف فيها وبالنسبة لي انا جيت انا جيت يعني نتكلم على راحي جيت اليوم بسكوش تواحي نستاهل نوقف في هذا المكان وان شاء الله نشغف بلادي وان شاء الله نكون قدول بزا فتاة فتاة وكيهم بزا فتاة ما يقدرونش يشاركوا في هذه المسابقة لانهم يخافوا من من هضوت الناس من بزا فتاة فتاة علش تظن انه تستاهلي اليوم تكوني موجودة في هاد المسابقة لكي تقول انت هاد الاجابة علش انت تستاهلي وحد وخرا ما تستاهلش ما قبلتش وحد وخرا ما تستاهلش لا علش تستاهلي وش هوا المؤهلات بتظن اللي خلاتك اليوم لاني انا اشتروحي تستاهلت الزفع فايز ونجحت فيها وهذا كان عندي طموح من صغري اني نكون ميس اغرب ان شاء الله ان شاء الله وايضا نكون ممثلة عالمية ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا لك شكرا لك والان مع المتسابقة رقم 6 موسيقى لمسيقى جسال خير هل اسمي نومي دية وليد طالب من ولايّة جالماء وصولي مام المزاريان من تيزي بزو شكراً لكم ميس الارب وعد وشيكون هو البرجيتاك في حياتك ردوان سي لذلك الميكروبرك باش كامل يقدروا يسمعك في القاعد عندي سؤال صغير ميكروبرك ولك في اليوم ميس الارب وعد وشيكون هو البرجيتاك وشيكون هو البرجيتاك وشيكون خزراتاك مع الاجتماع وكيف يشف مع الدنيا نشكرك على هذا السؤال ونشكر جميع الجمهور اللي راهم محاضرين معنا لهنا وكي نجاوبك إذا وليت ملك الجمال الجزائر العرب حبيت نوصل الثقافة العربية الجزائرية والأمازيغية والإسلامية لكل بلدان العرب وكل أنحاء العالم وحبت نوصل كل التقاليد ونبين لهم أنو إحنا يا جزئرين ونفتاخرو ونمشيو إحنا ريسانا مرفوعين شكرا لك هسألك عن شخصية مهمة جدا في حيات الجزائر وشخصية ما بقيناش نعتبرها شخصية جزائرية نعتبرها شخصية عربية ويمكن أنا السنة اللي فاتت كنت وقفة على المسرح ده عملت لها قصيدة وألقيت قصيدة عنها وهي طبعا يعني بطلة من بطلات العرب جميلة بحريت بالطبع ماذا تمثل لك جميلة بحريت جميلة بحريت تمثل لمثال المرأة القوية لأنها ناضلت في وقت الثورة وحاربت ضد الاستعمار الفرنسي حيث أنها كانت تضعق نابل في المقاهي ضد الاستعمار الفرنسي وعذبت لكي تقول اسم الفرقة التي كانت تابعة لها لكنها لم تفعل ذلك لا بالنسبالك انت السؤال بالنسبالنا جميلة كلنا عارفين جميلة قدمت ايه لوطنها الجزائر وقدمت ايه للعالم العربي كله كشعار للمرأة المناضلة على مستوى العصور يمكن مجاش امرأة نضلت بهذا الشكل يعني بالنسبالك انت بالنسبالي تمثل المرأة القوية مثالي اعلى مثالي اعلى اكيد بالطبع شكرا شكرا للمتسابقات سادة الحضور موعدكم مع نجم الشباب محمد عباس واللي طالبته كثير 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 ان يكون متواجد معنا في حفل تتويج ملكة جمال العرب لعام 2019 تحت اسبيقاتكم مشاهدينا رح يخليكم تستمتعوا بهذا الصوت الرائع لمحمد عباس شكرا انا اول لما بدو حشني قلبي بيوجاني بيدق بصرعه ولو ركزت اكد تسمعني يا ما نفسي اقول لك علنا فيه وخوفي ما نعاني الناس فاعدي بتتغير وانت بتبقاني وبشوفك اول ما بفكر اوتيجي فتالي من غيرك هيطام من قلبي ومش هيودعني انا اول لما بدو حشني قلبي بيوجاني بيدق بصرعه ولو ركزت اكد تسمعني يا ما نفسي اقول لك علنا فيه وخوفي ما نعاني الناس فاعدي بتتغير وانت بتبقاني وبشوفك اول ما بفكر اوتيجي فتالي من غيرك هيطام من قلبي وش هيودعني وبرا ما سوتك شايفك دايما انا انا كل ما توحشني ما لمحك بس خنك جيني واتخيل فيك وقت اللمحك فينك انا سيني احترف انت احرق من برد امتى ترسيني انا كل ما افكر فيك بس رح يجي على بالي انتك صادي وبي تفرحني تقول هالي لو تعرف بس الكلمة دي ايه بالنسباني وبرا ما سوتك شايفك دايما حتى حميني بتداري بحب كتير جواك وعليك بتبايني وعذابي صعب صعب لكن انا جانبك هاين انا كل دي اتطلم انك مني قرأي وبكاد حقيقة ما شفتش ابدا زي الطاق يا ابو قلب رئي مفهوش ولا غلط عشان يسعي شكرا شكرا لي محمد عباس ومرحبا بيه بالجزائر شكرا 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 اذا اليوم طبعا صهرتنا كلها جمال وتحشنا انو نعودوا نشوفوا البنات وحبينا نشوفوا لوحة فنية هاد لوحة فنية راح تكون من توقيع السوشيك اللي نقدموا لهم تحية كبيرة على كامل المجهودات اللي قاموا بها معانا وخاصة لنسرين بدون ان ننسى انو اللي فيها لزيتي مكيي باغ بايانا اللي ايضا ننحيوها كتير اللي انو حطت البنات في حلة جميلة اذا نشريك اللي ريم خليوا المشاهدين اللي متعوب جمال البنات مهتم صحيح مهتم صحيح مهتم صحيح مهتم صحيح اذا مشاهدين سادان خضور راح نخليوكم مع هاد اللوحة الفنية من إبداع بنات الجزائر أعطوناكم المترجم للقناة 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 هاته المترجم المترجم للقناة المترجم للقناة من الجزائر المترجم للقناة 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 نبدوها بالفحص الطبي الرضاعة الطبيعية تفادي تدخين الحمية ما هي الحمية؟ حمية غدائية صحية تتخذها المرأة التي تفادي لمرض السرطان كين ذكره كين شوية تنقض ما بين الناس اللي تقاسوا بمرض السرطان والدكاترة من يمكن من اربع ايام شفت كان شجار ما بين اليسا ودكتور كبير اخصائي وهو قال بعد الاربعين وهي قالت لا بالعشرين فانتي كفتاة جزائرية اسكوا سمعت ببنات صغار يعني يقول احنا هكذا في سنكم جاغم هاد المرض انا شخصيا عندها عامين كان عندي بداية هاد المرض والحمد الله وش رح تكون نصيحتك وش رح تكون انتي يعني صح كين يقدر يبدأ من العشرين ثلاثين اربعين يعني ان شاء الله نقوله يعني ربي يقدر اليوم تدي انتي تتوجيه وتدي الاخر وان شاء الله الحمد الله انه بريتي وراكي اليوم راكي قدمها مثل الجزائر الحمد الله وش رح تكون نصيحتك انتي رح تكوني حتكوني معا انه لازم الفحص المبكر تعشرين سنة ولا نستمناه لا انا اصلا دايما ننصح البنات اللي نعرفهم يروحوا دايما يعملوا الفحص دايما وحتديري بروغرام في هذا المنوال يعني على هذا المنوال ان شاء الله اكيد وش قدري التعاملين تيا وش نقدر نعمل وش تديري هكي ملكة جمال العرب وعندك اللقب وعندك الدعاية وعندك ناس معاك وش حق بش تعملي مثلا حملة تحسيسية للجامعيات انهم يروحوا يجروا الفحص المبكر نعمل حمالية تحسيسية للوقاية وان نعدر ممكن في انستاغرام على حدر ضكا كلش ولا بالسوشل ميديا يعني الرسالة توصل بزاف في وقت قصير برافو شكرا برافو لثمارة نحن كنا نجهل أنه كان عندك بداية لهذا المرض نتمنى شفاء لكل المصابات أو لقسم هذا المرض فقط للإشارات ثمارة هي قضاة ثمارة عفوا قضاة العديد من سنوات عديدة بالولايات المتحدة الأمريكية فبرافو ثمارة شكرا شكرا والآن المتسابقة رقم 11 مساء الخير أولا نرحب بالحضور الكرام كما أرحب كذلك بلجرة التحكيم سابرينا عمينا عمر 21 سنة طالبة بكلية الإعلام سنة أولا ماستر تخصص الإداءة وتلفزيون طالبة بكلية الإعلام سنة أولا ماستر سأل نور لو لم تكن جنسيات الجزائرية فما الجنسية التي تختريها ولماذا؟ لو لم تكن جنسية الجزائرية ما هي الجنسية التي سأختارها؟ من المؤكد أنه نحن كجزائرزين نعتز ونفتخر بجزائريتنا يعني نضعها في كفة واحدة مع أعدم وأغلى شخص في وجود لي هو الأم يعني نحن الجزائريين نساوي بين الأم والوطن ومن المؤكد أني أعتز وأفتخر كوني جزائرزيا ولكن لو طلب مني أن أختار جنسية معينة تضاف إلى جنسية الجزائرية لأخترت لأخترت أن أكون بنت غزة لأخترت أن أكون بنت فلسطين شكرا لأخترت أن أكون من بلد فلسطين بلد العزة والكرامة شكرا 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 والآن المتسابقة رقم 12 ابنة مدينة عنابة مساء الخير ياسمين بومعيزة 19 سنة من ولاية عنابة السؤال 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 مساء النور اختاري لنا شخصية تعتبريها قدوة في حياتك ولماذا شكرا على السؤال الشخصية التي أعتبرها قدوة في حياتي هي أمي وكأي فتاة أو أي إنسان يعتبر أمه شخص مثالي يعتبره قدوة له في حياته أمي إنسانة وجهتني في حياتي قدتني وجهتني للطريق الصحيح ميزة للخطأ من الصح في حياتي عندها شخصية أخذت منها جميع الصفات الإيجابية لذا أعتبرها قدوة لي ونحياها الله يحفظ كل الأمهات شكرا المتسابقة الأخيرة رقم 14 شكرا 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 كامل معنا ريان سورايا عروس 21 سنة من الجزائر العاصمة ما هي الأكثر الأعمال الإنسانية اللي قريبة لك والش؟ كل أعمال الإنسانية قريبة الإنسان يكون يدير الخير هذا ما كان لأن الخير على أبسط ما يكون يقدر يصدق يقدر يتسامح مع الناس يقدر يتسامح أخطاء اللي قاستو يقدر أيضا يصدق يتبسم مع الناس كل أعمال الإنسانية عند الله سبحانه وتعالى فيها حسنات ولا يمكن إنكار ثواب الذي يعطيه أن الله سبحانه وتعالى على أبسط الأعمال الإنسانية ولكن الأعمال الإنسانية الخاصة اللي نقدر نقول لكم لأنا من جهتي أني نحسها قريبة بزاف هي الناس اللي في ديور العجازة اللي يكبروا أولادهم لا نقلوش يرميوهم لكن يخلوهم في ديور العجازة هذو من الناس اللي يستهلوا الصح أنه نكون معهم ونروح ونزوروهم في أي وقت وفي أي مناسبة لأنه ما ننسوش خيرهم كبروا وكبرونا حنا يا أولادهم وقراونا وعلمونا ما شي باش نخلوهم في ديور العجازة شكرا بارك حبيت نقول تعقيم لو سمحت لشهر الكيمة ونسمح الوقت نحن دايما نركز دايما على سرطان الثادي وعلى المرأة وعلى بنابلي شهر أكتوبر هو شهر التوعية والتحسيس من سرطان الثادي مانسوش انه شهر نوفمبر على الأبواب اللي هو موفمبر وهو شهر التوعية والتحسيس بسرطان البروستات لدى الرجال شكرا 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 سوريا شكرا 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 الله عليهم ملكات جمال الجزائر والعرب وكل الوطن العربي ولكن للأسف لابد من اقصى أربع متشاركات حتى يبقى عشر متشاركات ومنه رايحين نطلع طبعا خمسة اللي رايحين يكونوا في النهائي والآن نطلب من لجنة التحكيم أنها يمكن تحدد أربعة أسماء اللي رايح تقصى من هذا المسابقة وطبعا مش راح تكون هذا الإقصى مش راح يكون نهاية لحلمها أو نهاية لمسيرة هذه ما هي فقط البداية بالسناول على طبعا خمسة من رراحة ما هو اللي رايح تقصى من سيئلة أسماء اللي راح تغادر المسابقة ورح تغادر المغامرة ننتظر الأسماء البنات اللي مكملين معنا فريال حمانة رقم واحد سيرين راشا رقم اثنين مليسا منال رقم تلاتة وردة خيار رقم اربعة رانيا شتوح رقم خمسة نوميديا الطالب رقم ستة ليندا ميساء ليندا رقم تمانية الأميرة سمارة رقم عشرة سابرينا عوينة رقم حداشر دمعيزة ياسمين رقم اتناشر اذا هم المتسابقات اللي راح يكملوا معنا هذه السهرة ولكن بنات اللي راح ينفرقونا في هذه البداية وبداية الحفل نقول لكم انو مش نهاية للمشوار نتمنوا انو نشوفوكم في مشاريع خيرية نتمنوا انو نشوفوكم قريبا عبر شاشات التلفزيون وكلكم توجنا يعني تمتتوجكم كلكم بملكات الجمال فقط بمشاركتكم معنا وحنا أيضا حبيناكم حبينا أنكم تكملوا معنا ولكن هذه هي شرود المسابقاري بل يمكن أن يكون هناك فقط مرة أفضل. ولكن ليس أفضل لديها المرة أفضل لهم على هذا الجد. وهذا كان مقفل لكي نحن من شئ نتاك. لذلك أبعض الأفضل لهم الضوء واحدة نتاك. شكرا للمشاهدة. شكرا لكم. إذن كما كنا قلنا ومشاهدين هذه هي شروط المسابقة ورح نخليكم مع هذه الوصلة الغنائية سوهيلا بن لشاب حتولي لنا لتفضل معنا سوهيلا بن لشاب اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا جزائر موسيقى والممثلة الجزائرية ريم غزالي أيضا حاضر معنا ساميكا والإعلامية سوريا أمالو طبعا الجميلة والرائعة سوريا أمالو وحاضر معنا أيضا ردوان أربعين إذا راح يتم إعلان أسم أو خمسة أسماء للبنات اللي راح يفرقونا مدام حنان نصر طبعا احنا بتوقيع اللجنة يعني توقعات حصلنا على توقعات من اللجنة كاملة كل اللجنة دامي موقعة على هذا الاختيار ليس اختيار فردي ولكن اختيار بمجمل التوقعات معنا طبعا من التوقيع هنقول الطوب فايف وهيكونوا مش بالترتيب يعني احنا بنقول الطوب فايف معنا خمس متسابقات حيكملوا معنا في الطوب فايف ولها نختار منهم ملكة جمال العرب جزائر لعام 2019 والوصيفة الأولى والوصيفة التانية لها فريال حمانة فضل برافو 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 ورانيا شاتوح ألف مبروك شكرا 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 لots Hera اسود اشتركوا 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 في القناة 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 سؤالك هو ومشروع اشتركوا في القناة نفس السؤال اشتركوا في القناة 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 اه ايضا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتهام اللقي Superman يشري حوايج يروح للمدرسة ما يشعر فهكا حاجة نجرب الركز على التعليم ده مهم جدا اوكي تمام الى اخر التسابقة فريال نفس السؤال فريال نعم اولا كان مشروعي منذ البداية عنده وصولي الى حد معين من المتابعين على الانستغرام وعند عند ملاحظة ان الكثير من البنات وخصوصا المتحجبات يتابعونني كثيرا وخصوصا عند اطلاقي لفيديوهات تحفيزية وخصوصا للبنات المتحجبات رأيت هذه المسابقة رأيت شروط انه لا يوجد مانع للمشاركة للبنات المتحجبات وهذا بالنسبة لي باب حتى لو لم افز بالنسبة لي باب وسأكمل فيه لتحفيز الشباب الجزائري وخصوصا فئة البنات وبالتحديد المتحجبات لان الحجاب ليس مانع وليس الابتعاد عن الحياة بالابتعاد عن الحرام فقط فهذه المسابقة عفوا هي باب بالنسبة لي ان اثبت للبنات خصوصا ان الحجاب ليس مانع لحجز مكانة لك في اي مجال شكرا يعني انتي اللي احنا فهمناه كده او اللي انا فهمته انه انتي عايزة تفتحي باب للفتيات المحجبات يبقى هدفك او مشروك تفتحي باب ليهم انه يتفتح قدامهم او بواب في كل المجالات تكوني نموذج يعني ليهم اكيد وليس في هذا المجال فقط بل في كثير من المجالات لانه كما نعلم الشباب الجزائري طموح جدا لكن ينقصه بعض التحفيز وبعض التشجيع يعني هتعتبر نفسك سفيرة للبنات المحجبات اللي في مثل سنك انهم يدخلوا كل المجالات وما يحسوش انه في مجال مغلق في وشه اكيد استطاع ان افعل اه تمام شكرا 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 مرشي انو سايمك فيناليست ماتنن نو زالون لسي لسي ممبرو جوري سكونسرتي سكونسلتي بور شوزير الفيناليست ان اتندان اه مهم اذا لجنة التحكيم رح تتناقش الآن نحن نعطيولهم متسع من الوقت حتى انهم يقروا من ستكون ملكة جمال العرب لعام 2019 وملكة جمال العرب جزائر 2019 الوصيفة التانية نوميديا الطالب نوميديا الطالب اليوم كانت متوجدة وفخورة انها جزائرية امازيغية تحية كبيرة لها والف مبروك رانيا بناشوش سلمها تاج قدامها رحلة طويلة ان شاء الله ستكون هذه الرحلة مكللة بالنجاح لنوميديا نسمع مدام زكية محمد دفعوني ومتعول الكوروان الولد دوفين بطالب عام والفاعل العرب لفنانة الكبيرة زكية محمد تتفضل وتتقدم على نحن وتتواجلنا الجميلة الوصيفة الأولى لملكة جمال العرب جزائر 2019 وطمانتاشر فريال حمانع ألف مبروك لفريال وصيفة الأولى شكرا فريال لتطلب المرة للمسارة الأولى نطلب النار في التطويق طبعا الفرسان هذا الحدث أستاذ سليان طبعا وأستاذ أبين بنات إذا ممكن فقط طبعا على جنب أحسن لأنه دكتورة حنان ناصر هي اللي حاملة اللقب و تاج بيد رشا ملكة جمال العرب جزائر 2019 سمارة الأمير ألف 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 مبروك اللي صرف سمارة 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 اللي كانت عملت بجزء كانت متوترة كتير اليوم ملكة جمال العرب لعام لعام للجزائر سمارة سمارة ملكة جمال العرب لعام 2019 سمارة مباروك هيا كانت واحدة من متسابقات مبعمة بالحياة مبعمة كلها حلم وكلها سمارة 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 تسوج ملكة ملكة جمال العرب لعام 2019 ألف ألف مبروك زحية كبيرة للجنة السحكيم اللي كانت على رأسها الدكتورة حنان ناصر الفنانة الكبيرة الفنانة الجزائرية الكبيرة العملاقة زكية محمد اللي كانت تواجدة معنا ايضا ريم غزاليا الرائعة اللي كانت تواجدت معنا اليوم ردوان ربعين سوريا امالو حنان حسين وايضا مصفف شعر المشاهير اللي كان حاضر معنا اليوم تفضل معنا حتى نخدو صورة الدكارية دكتورة 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 دكتورة